وزلنا معكم في مجاز الأنباء حيث تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لضبط الأسواق حيث تمكنت على امتداد الأربع والعشرين ساعة الماضية من ضبط 130 قضية تموينية بمضبطات وصلت إلى 1100 طن حيث تمكنت في مجال حجب السلع الاستراتيجية من ضبط أكثر من 428 طن من السلع الغذائية وأكثر من 105 ألاف طن دقيق في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تمكنت من ضبط أكثر من 558 طن من السلع الغذائية